بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر بالفقي وفي درس اليوم بنتكلم عن حاجتين الأولى تصدير الأوبجيكت أو المجسمات من بلندر أو أي برنامج 3D والشيء ثاني استيراد هذه الأوبجيكت لداخل اليونيتي وقبل لا نبدأ حابة أكلمكم في موضوع خفيف وسريع واللي هو عن توجه القناة وسويت سورفي أو استبيان عشان أعرف عنكم أكثر عن مستواكم في البرمجة وغيرها من الأشياء عشان تكون الدروس مناسبة أكثر لكم فبحط الرابط تحت في الديسكريبشن أتمنى أتمنى أنكم تعبون هذا الاستبيان عشان نطور القناة مع بعض ومشكورين جدا لدعم القناة نرجع للدرس قبل أن نبدأ بالخطوات نشوف مع بعض صياغ ملفات 3D اللي يقبلها يونيتي زي ما تشوفوا هنا عندنا الصياغ أو الفورمات اللي يقبلها يونيتي المجسمات المصدرة وبعدين عندنا نوع الثاني واللي هي صياغ البرنامج الاساسية فمثلا عندنا زي مايا مدر ما تسووا export أو تصدير تحفظون ملف البرنامج نفسه اللي هو .nb وبلندر مثلا .blend وتستخدموا داخل يونيتي ولكن مشكلة هذا الشي أنه لو تشتغل مع أحد ثاني وعطيته ملف اللعبة لازم يكون معاه نسخة من مايا أو بلندر أو البرنامج اللي استخدم فيه لتصميم المجسمات أما ال-fbx أو ال-obj فائدتها أنه هذه مصدرة فما تحتاج أنه يكون عندك أي واحدة من هذه البرامج عشان كذا يفضل دائما أنه نستخدم ال-fbx أول شي نروح لبرنامج 3D وفي هذه الحالة بلندر زي ما تشوفوا عندنا هنا ماب مثلا أو مرحلة فنختار هذا المجسم نروح عند file export fbx نسميه مثلا ماب وتأكدوا أنكم مختارين selected objects عشان ما يصدر مع المجسمات الثانية أو الكاميرا أو اللايت فنسوي export fbx نروح عند اليونيتي عشان نستورد مجسمات عندنا طريقتين الأولى من عند project right click import new asset أو من assets import new asset هذه الأولى والثانية بكل بساطة تروحوا للمجلد اللي فيه ال-object وتسحبوه وترموه داخل اليونيتي زي ما تشوفوا هنا عندنا بعض الإعدادات فهذا الدرس ما رح نتكلم عنها نسحبها لداخل المشهد وزي ما تشوفوا صارت المرحلة داخل لعبتنا طيب اللايت قوي نلوفو شوية بس ونخفف ال-intensity أوكي أوكي طيب لو مثلا سوونا كورة أعطيناها rigid body عشان تطيح وصونا أكثر من نسخة منها وجينا نشغل اللعبة زي ما تشوفوا عدت من داخلها نحتاج collider لهذه المرحلة فنروح add component mesh collider تشغل مرة ثانية زي ما تشوفوا صار عندها تصادم واشتغلت طبيعي وبكل بساطة هذا الدرس اليوم خفيف إن شاء الله أعجبكم ولا تنسوا تعبوا هذا الاستبيان لأنه مهم جدا بالنسبة ليه وعشان يقدر أفيدكم بأفضل ما عندي وإذا كان عندكم أي استفسار أو سؤال اكتبوه في الكومنز تحت وإذا ما كنتم مشتركين في القناة لا تنسوا الاشتراك عشان توصلكم دروس زي هذه عن تطوير الأعاب أكثر وكثر كان معكم عمر بالفقه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته